السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن التسامن في الكلاب اهم حاجة قبل ما نتكلم عن التسامن في الكلاب فيه 3 نقط مهمين جدا لازم نعرفها ان اي حيوان في البيت مش شرط الكلب مهما كان عمره مهما بلغ عمره مش شرط يكون يعني باب صغير زي كلب او كتن صغيرة زي قطة حتى لو قضلت حتى لو عمره عدى العشر سنين لازم نعرف ان بدام فيه حيوان بن ربيه ومسؤولين عنه يبقى احنا كأننا بن ربي طفل الحيوان على وجه العموم والكلب بالخصوص يعني او في حالة على وجه الخصوص ان ده معناه انه طفل مهما كبر وده حيخلينا نتكلم في النقطة التانية بدام فيه طفل وعندنا طفل في البيت لازم اي حاجة خطرة تتشال من قدامه لان الطفل ما بيبقاش مدرك ان الحاجة دي لو حطها في بقه حتضره ولا لا الكلب نفس القصة مهما كان عمره هو حيبقى زي الطفل ما هواش عارف ان الحاجة دي لو اكلها او شربها حتقزيه ولا لا ما عندوش الادراك ده دي تودينا للنقطة التالتة ان اي حيوان برضو على وجه العموم او الكلب في حالة خاصة لو حصل له اكل حاجة وحصل له تسمم يبقى خطأ الانر بتاعه خطأ صاحب الكلب لان صاحب الكلب المفروض يبعد من متناول في اي كلب اي كلب بتحرك في اي مكان يبعد عن المكان اللي بتحرك فيه كلب ده اي حاجة ممكن تؤذيه او تؤدي للتسمم مو بيدات حشرية ادوية مش شرط تسمم ممكن حاجات تؤذيه من غير ما يكون سم ممكن يكون حاجات صغيرة زي لعب الاطفال مثلا اللي بتبقى صغيرة او يقولوا مثلا دي من عمري كزا لكزا ما ينفعش نجيب مثلا لعب اطفال اللي بيبقى فيها قطعة صغيرة او دي اللي طفل عنده سنتين او تلاتة هيلعب بها حياكلها وتخنقه وده ميبقاش تسمم مساعدها بيبقى اختناء زي ما حنشرح بعد كده بالتفصيل طيب ده يؤدينا يؤدي لايه بقى بدام احنا دايما من بيد بيكون في طفل بيبقى دايما معانا 24 ساعة نمر الدكتور دكتور ده احنا متأكدين لو اتصلنا بيه في اي وقت فاي حاجة خطرة يلحقنا دايما اللي عندهم طفل في البيت عندهم نمر الدكتور 24 ساعة ممكن يكلموه في اي وقت وبيرد عليهم وما فيش مشكلة فيه دكترة كده علشان الطفل لو بلع حاجة غلط اكل حاجة غلط يقولهم يعملوا ايه كاسعافات اولية على ما يروح المستشفى او على ما يفتح العيادة او هو مثلا في بعض الدكترة بيروحوا في اي وقت او يقولهم انا حنزل لكم العيادة تعالوا لي على هناك نفس القصة لازم يكون بدا ما حضرتك مربي كلب يكون عندك نمر الدكتور بيطاري نفس القصة تقدر تتصل فيه بيه باي وقت حتى في اي وقت على مدار الاربعة عشرين ساعة في الحالات الامرجنسي بس في الحاجات الخطرة مش هتكلموا مسلا الساعة تنين الفجر مسلا تقوله اكل الكلب روح ولا مطبوخ مسلا مش هينفع لا طبعا انت كده بتزعر الراجل انت بتسأله في الحاجات الخطرة اللي فيها ممكن لقدر الله ان الكلب يموت فيها كويس فانت لازم يكون معك نمر الدكتور بيطاري بتصك فيه تتصل بيه في اي وقت لقدر الله لو حصل تسامم على سبيل المثال يعني في الحالات الطريقة تسامم تمام طيب اه التسامم ممكن يجي من ايه تمام هو ايه المواقف اللي ممكن تؤدي للتسامم اه اول حاجة لازم نعرف الوقاية خير من العلاج انت تمنع كلبك ان لقدر الله يحصل له حاجة تسامم زي ما قلنا نشيل اي مبيدات حشرية اي ادوية اي حاجة ممكن تئزي الكلب تمام انواع التسامم هم نعين فيه تسامم غذائي وتسامم غير غذائي تسامم الغذائي معروف حبقى مواد سامة دخلت جسم الكلب عن طريق انه اكلها او شربها بتيجى عن طريق المريء اه ده طبعا ممكن عن طريق اكل بايز وده بيبقى بيحصل معظمه بنسبة كبيرة وكلب انت بخارج به في الشارع كلب بيأكل اي حاجة من الارض ممكن يأكل اي حاجة بايزة اكل مرمي بقى له مدة طويلة اكله جزجاله تسامم اه ممكن يأكل ياخد اي حاجة من الارض ممكن يبلع حاجة غلط ما تكونش اكل يعني ممكن مسلا فيه كلاب بتاكل توب بتبلع توب ويمشى في الشارع داي مش هيقدل التسامم هو هيقدل ان الكلب حياته تبقى خطره ممكن يخرم معيدته وممكن هنا نخش في عملية تمام اه انواع تسامم كمان من ضمن الحاجات الكيموية اي منظفات في البيت بتبقى كماوي دي حالات خطر لو كلب شرب منها دي برضو خطر جدا اي مبيدات حشرية خطر جدا تسامم الغير الغذاء بقى ده بيبقى ممكن بيجى عن طريق جهاز التنفسي ان الكلب ياخد حاجة تخنقه اه لعبة صغيرة معينة اخدها في بقه اه راح تسده في بقه مجرى التنفس تمام او عن طريق الجلد زي لقدر الله لو تعبان او عقرب لدغ الكلب طيب ايه اللي احنا ممكن الاسعافات الاولية لما يحصل حاجة زي كده لازم الاول نشوف حالات التسامم اعراضها ايه اعراضها حالات جدا وفيه على فكرة لو كلب اخد حاجة سم بسيط جدا ممكن ما يبانش معه على طول يعني هو مفروض لو سم عادي اي سم كلب اخده بكمية كبيرة ماكسما من ثلاث ساعات لسبع ساعات ممكن الكلب يموت فيه حالات بتبقى اسرع من كده وفيه حالات لو اخد سم جرعة بسيطة الكلب ممكن يقعد تعبان لمدة ايام ممكن توصل اسابيع ممكن توصل شور على ما يموت فيه ناس تقول الكلب عندي تعبان بقى له فترة بياكل بسيط عمال يخس تعبان 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 لغاية ما يموت هو كان لازم تروح لدكتور حضرتك ويعمله تحليل عشان يشوف ايه اللي دخل جسمه ويلحق يعالجه تمام ففيه تسمم تدريجي وفيه تسمم سريع بمعنى اصح فيه تسمم حد اللي هو بيبقى سريع وتسمم مزمن اللي بياخد وقته طويل تمام طبعا الاعراض بتاعت تسمم الجهاز الهضمي معظمها واحدة ممكن نلاقي الكلب بيرجع ممكن عنده اسهال ممكن نلاقي عينيه طلعت لبرة فيه جحوس في العنين ممكن نلاقي فيه رغاوي في الفم رغاوي من المناخير طبعا الكلب مش قادر يقف مش قادر يسند راسه بيقع فيه بعض الادوية بتجيب بتعمل تسمم بس قبل ما الكلب يخش في المرحلة دي بيوصل له حالة من حالات الاجريسف وعايز يهجم ممكن الكلب يجي له تشنجات عصبية احاجات بتقدي لتشنجات عصبية ممكن الكلب مش قادر يتنفس ممكن الكلب نلاقيه بيكح صوته هو بيتنفس فيه صوت طالع جامد كأنه مخنوق مش قادر ياخد نفسه جامد تمام طيب ملحوظة اهم حاجة اسعاف اولي تعمله في ان الكلب اخد حاجة عن طريق البق هو اللبن اسرح حاجة وانت بتكلم الدكتور تكون متديله لبن يعني وانت بتضغط نمرة تدي لبن الكلب بالسرنجة كميات كبيرة جدا لغاية ما يرجع تدي له تاني لغاية ما يرجع كأنك بتعمل غسين معدى وانت بتكلم الدكتور طب لبن بس ممكن لبن وبيض بس هو اللبن اهم بس البيض امت بقى هو لو اخد ادوية انت لازم تكون عرفت الكلب اخد ايه تحاول تعرف ان الكلب اخد ايه لو اخد ادوية دي مش هتاكل جدار المعدى يبقى اهم حاجة اللبن ان هو بيمتص الادوية ديت بدل ما الجسم الكلب اللي يمتصها ويرجع يرجعها طب اللبن امتى اللبن لو اخد حاجات كميائية حاجات الكميائية دي بتاكل جدار المعدى احنا بندي لبن مع البيض عشان اللبن بيعمل طبقة عزلة للبطن الكلب فالحاجات الكميائية دي ما تخرمش جدار المعدى تمام مفيش بيض ممكن ندي نشا نشا برضو بيعمل طبقة نشا مع اللبن ونشربه له تخليه يرجع ده برضو هيخلي الكلب يعمل طبقة عزلة في جدار المعدى تمام اللبن بيخلي الادوية ما تمتصش حتى في بعض الادوية للهومن بينزل البشر يكتبوا عليها الدوة عشان يبقى فعال ما يتخدش مع اللبن لان اللبن بيقلل من امتصاص الادوية في الجسم معظم المبيدات الحشرية لو الكلب خدها او الادوية مكتوب عليها في حالة الاوفردوز ايه العلاج يبقى اهم حاجة لو انت عرفت ان الكلب خد مبيد حشري نوعه معين هتقرأ عليه هتلاقيه يقولك في حالة ان اتاخد غلط طفل شربه او حد دخل اكله غلط او شربه غلط يتاخد حقنة كذا بنسبة تسعين في المال حون دي اسمها اوتروبين مش في كل الحالات لان في بعض الادوية والمبيدات الحشرية بتؤدي لهبوط القلب فالاوتروبين بيعلي نبضات القلب كويس طيب في ادوية تانية بقى هتعلل نبضات القلب ما انفعش معها الاوتروبين لان احنا عايزين حاجة تهدي نبضات القلب يمش تعليه فلو الاوتروبين خده كده انت بتضر الكلب بتسرع بوفاته لكن المبيدات الحشرية بتؤدي لهبوط نبضات القلب وغلاب ما القلب يقف احنا عايزين نعلي نبضات القلب بسرعة ندي اوتروبين انا ما بقولكش ان انت تروح تدي اوتروبين قول انت مش هتلاقيه دلوقتي الاوتروبين فى السيدلات البشري ما عدش موجود الاوتروبين موجود فى المستشفيات بس وما ينفعش تروح للمستشفى تشتري حقنا هيقول لك البيشينت ييجي المريض يجي بنفسه جوا و ندي السيدل الحقنا فمش هينفع تدي الحضراتك الاوتروبين بنفسك طب فيه اوتروبين بيطاري ده البديل اوتروبين البيطاري الافضل الدكتوري اللي يجي Victoria انت مش هتعرف تديه لانه فيه نقطة بيتخفف. الاوتروبين البيطاري هو عشر اضعاف تركيز الاوتروبين البشر. فلما بتيجي تدي اوتروبين بيطاري الدكتور قبل ما بياخد بعد ما بياخد كمية الاوتروبين من الازازة بيقوم ما خففها عشر اضعاف الكمية من اه محلول الملح اللي هو البيبي صلاقي. كويس? ازاي مسلا هو بياخد بوينت بوينت وان من السانتي من السرينجة. فصعب ياخد بوينت وان دي من السرينجة العادية في بيجيب حقنة انسولين. بيقدر ياخد الواحد ملي منها مزبوط. وبيخففها با اه عشرة ملي اه محلول ملح. وبعد كده بقى بيدي للكلب حسب وزنه. يعني لو جاره ممكن يبقى اه 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 مثلا عشر سانتي اه بوينت تو من السانتي اه تلاتة ملي اربعة ملي. كويس. اه لو كلب اضل انت ممكن ياخد سانتي كامل. ممكن ياخد اتنين سانتي. ممكن اربعة سانتي لو واحد كمية سم كبيرة. الدكتور اللي بيقدر الحالة. انت ممكن انت لو جيت تدي للكلب بتاعك انت تأذيه وتموته. فلازم الدكتور البيطاري هو اللي يدي الحقنة هو اللي بقى عارف الحالة هو اللي بيقدر الجرعة. اهم حاجة في العلاج تقدير الجرعة. كويس? اه ده بالنسبة للاتروبين. طبعا في حالات تانية غسيل معده. برضو الدكتور البيطاري اللي بيعملها. بيخلي الكلب لو مش عادر يرجع بيدخل حاجة في معدته ويشفط السائل من جواه. تمام? انت مش هتعرف تعمل الكلام ده خالص. تمام? اه اهم حاجة في القصة دي الوقاية خير من العلاج. لازم اي حاجة ممكن تكون خطر عالكلب بتاعك. تمام? اه لو كلبك وانت خارج في الشارع مش قادر تسيطر عليه ان ما 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 يكلش اي حاجة من الارض شبع كلبك قبل ما تخرج بيه. يعني اكل كلبك كويس قبل ما يخرج من البيت علشان ما يكلش حاجة من الارض. الكلب مش هيبقى جعان. بس تخرجه بعد ما اكل بحوالي مثلا من نص ساعة لساعة. علشان يكون برضو ارتاح شوية بعد الاكل. تمام? اه اهم حاجة اهم حاجة لو كلبك خرجت بيه. وحتى مشبعه. وهو بيأكل حاجات من الارض كلعب بيأكل طوب بيأكل الكلام ده يبقى لازم تلبسه كمامة وانت خارج به في الشارع. ما انتاش قادر تدربه ان يمنع الكلام ده. لازم تلبسه كمامة وانت خارج في الشارع عشان تحافظ على حياة الكلب بتاعك. آآ آسف ان كلابكو يا رب. آآ زي ما قلت. اهم حاجة من دلوقتي اي حد عنده كلبك او اي حيوان تاني. يحاول مع الدكتور البيطر اللي بيتعامل معي اخد تليفونه ويسأله هل ينفع كلمك في اي وقت. لو ما كانش يشوف دكتور تاني من اللي هو ممكن آآ فاتح عيادة اربعة وعشرين ساعة وفي ده كترة فاتحين عيادات اربعة وعشرين ساعة. دي تبقى كويسة جدا. وبرضو في نفس الوقت. اهم حاجة. تعرف من اللوكيشن بتاعك اقرب عيادات ليك شغال اربعة وعشرين ساعة. عشان لما يحصل الحالة بدل ما تقعد تتصل وتسأل. تبقى عارف ومسجل اللوكيشن بتاعهم من دلوقتي عندك. عشان اللي قدر الله اي حاجة من دي تجري بسرعة على المكان اللي يلحق ينقذ الكلب بتاعك. آسف جدا. تاني مرة تانية. ربنا يحفظ لكو اثاركم. وحيا امركم في اي حاجة او اي وقت. ولو في اي سؤال آآ محتاجين تسألو فيه اكتبوه لي في الكومنز. ولو اعجبكو الفيديو ما تنسوش تعملو لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.